قال مصدر أمني عراقي إن عشرين شخصاً سقطوا قتلى وجرحى في هجوم مسلح نفذه مجهولون في محافظة ديالا شرقي العاصمة بغداد وذكر المصدر لوسائل إعلام محلية أن الهجوم الذي نفذه مجهولون ليلة الخميس بواسطة عبوة ناسفة وأسلحة قنص أسفر عن قتل أحدى عشر شخصاً وإصابة تسعة بجروح بارغة منهم أقارب نائبي في البرلمان العراقي صلاح زيني كانوا عائدين من تجمع انتخابي بين ناحية الوجهية وقرية العمرانية ضمن قضاء المقدادية شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالا ومن بغداد ينضم إلينا مراسلنا شفيق عبد الجبار شفيق ما آخر المعطيات لديك حول هذا الهجوم المسلح نعم طبعا صنفت العمليات العسكرية المشتركة هذا الهجوم بالهجوم الخرق الإرهابي الذي حدث في محافظة ديالا شرقي العاصمة العراقية وحدث هذا الهجوم ليلة أمس باستهداف عجلة مدنية بعبوتين ناسفتين وما أن تجمع الأهالي قرية العمرانية التابعة لقضاء الوجهية حتى تم قنصهم من قبل ثلاثة مسلحين على الأقل بأسلحة رشاشة مما أدى إلى مقتل أحد عشر مواطنا وإصابة نحو ثلاثة عشر آخرين بجراح من بينهم إصابات حرجة نقلوا بعدها إلى المستشفى في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالا صباح هذا اليوم توجه وفد من قيادة العمريات العسكري المشتركة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني رئيس الحكومة الحالية للوقوف على مجريات الحادث الذي صنف كما أسلفت بأنه حادث خرق أمني وإرهابي من قبل الجهات لحد الآن لم تتبنى مسؤولية ما حدث في محافظة ديالا ولكن هناك من يعتقد أن هذه الحادثة هناك تصفية عشائرية بين المناطق والقرى والأرياف في محافظة ديالا ومنهم من يعتقد أن بصمات ما يعرف بتنظيم داعش من الممكن أن تكون العملية لتنظيم داعش الذي يحاول بين فترة وأخرى القيام بأنشطة مثل هكذا أنشطة لا سيما وأن هذه القرى تابعة للمكون الشيعي في محافظة ديالا على العموم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية والعمريات المشتركة شكلت لجنة عليا لتقصي حقيقة ما جرى في محافظة ديالا وننتظر نتائج هذه اللجنة التي ستحقق بالخرق الأمني كما أسلفت في محافظة ديالا شكرا جزيلا لك مراسلنا شفيق عبد الجبار من بغداد